وفي المقابل طالب متظاهر ساحة الحبوب في مدينة الناصرية المرجعية الدينية في النجاف بالتدخل لحماية أرواح الشباب ومعاقبة من تورط بالدم العراقي فيما ناشد الأمم المتحدة بالتدخل فورا لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة وقال متظاهر الحبوب في بيان أعقب الأحداث الدامية التي شهدتها الساحة في الساعات القليلة الماضية إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل فعليا لا شكليا في حماية العراقيين لكون الحكومات المتعاقبة عجزت عن حماية الشعب وأن المتظاهرين باتوا مهددين بالموت بوجود السلاح المنفلت على حد قول البيان